اشتركوا في القناة وانشاء محاورة لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الانتاج بمختلف انواعها بالموانئ البحرية الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة من طرق ومحاورة وسكاك حديدية على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر الى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني وفي هذا الاطار تم عرض الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحري والبري وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وعملية تطوير حلول متكاملة للنقل وتدول الحويات والبضائع عبر مصر ومشروع انشاء خط سكك حديد بين العريش وطابة لانشاء محور لوجستي جديد يحقق طفرة في عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليق العقبة وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه الحكومة بأعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمي للتجارة وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية كما أضف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس طلع كذلك على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطي متر الأنفاق الأول بطول 44 كم والثاني بطول 22 كم بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي المهم ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لمكونات المترو في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية بما في ذلك مكاتف خدمة المواطنين التابعة لها إلى جانب تعزيز الميكانات والتحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية بالإضافة إلى تحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة كذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد باستمرار العمل على تطوير شامل للهيئة خاصة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية فضلا عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين وصولا إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية تسم بأعلى درجات الكفاءة في الخدمة والاستدامة ويلب احتياجات المتعاملين مع الهيئة